مرحباً أصدقائي الآن أصدقائي 8 إن شاء الله اليوم راح أشرح لكم الوحدة الثامنة أين أسكن أو أين أعيش الرونز الغرف الفرنتر أو الأثاث الرئيس الرئيس الاتجاهات وحرف الجه مثال هل تعيش في منزل أو شقة؟ أنا أسكن أو أعيش في بيت مثال 2 في بيتي عدة غرف باتروم حمام غرفة نوم غرفة معيشة دينينج روم وأيضاً غرفة عشاء كذلك مطبخ هل تعيش في منزل أو شقة؟ عيش في منزل؟ هنا أنا بترجم لكم إياها أهماتين بالعربي مثال في منزل يعدد غرف حمام وغرفة نوم وغرفة معيشة كذلك غرفة طعام والمطبخ هاي بالنسبة للروم والإذا there is وتعني هنالك وتستخدم للمفرد مثلاً هناك سيارة هناك طالب هناك منزل واحد هناك طالب في الإقلاس أو في الصف there is هناك للقريب there are وتعني هنالك أيضاً ولكن تستخدم للجمع احنا بالحال الأولى تستخدم للمفرد هناك there are تستخدم للجمع هناك عدة سيارات هناك طلاب هناك منازل كثيرة there are many cars in the parking هناك عدة سيارات في القراج أو في موقف السيارات هسا نجي على استخدامات أحرف الجر أو حروف الجر الأط الأون والإن تستخدم في الفترات الطويلة التي تزيد عن يوم أسبوع شهر سنة تستخدم مع الأيام والمناسبات وكذلك تستخدم مع أوقات الساعة ومنطيكم هناك أمثلة يعني استخدم الأط والأون والإن كحروف جر عن الفترات اللي تزيد عن يوم اللي قلناها أسبوع شهر سنة وتستخدم أيضا بمناسبات واستخدم مع أوقات الساعة example his book is on the desk يعني الكتاب فوق الرحلة I put my money in my bucket وضعت نقودي في جيبي example I get up at 7 o'clock أنا أنهى مبكرا عند الساعة السابعة أمثلة